بعث سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية برقيات تعزية إلى كل من معالي بيني وونغ وزيرة خارجية استراليا ومعالي رادوس لافا سيكورسكي وزير خارجية جمهورية بولندا ومعالي ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا ومعالي أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا وأسعادة علي محمد يونس القائم بأعمال السفارة دولة فلسطين في أبوظبي وخوسيه أندريس مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي تتضمن تعازي دولة الإمارات في ضحايا الاستهداف الإسرائيلي لسيارة تحمل فريقا من مؤسسة المطبخ المركزي العالمي كما عبر سموه عن إدانة دولة الإمارات وبأشد العبارات لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوية سيارة سابعة لفريق المؤسسة الذي يعمل في قطاع غزة لتعزيز الاستجابة الإنسانية المقدمة للمدنيين في شمال القطاع الذين يعانون وضعا مأساويا ويواجهون المجاعة ما أسفر عن مقتل سبعة من أفراد الفريق هو إصابتي آخرين وأشدد سموه على مطالبة دولة الإمارات السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشفاف وبتحمل كامل المسؤولية وعلى ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتأثرين من الأزمة الرهنة اشتركوا في القناة